السلام عليكم أخوات ع External اليوم كما راكم تشوفون جبت لكم هذا الأوراق الصحرية أوراق الصحرية صح صح تستعملون في فئة ج حويج هذا الأوراق مع خلطة خاصة معهم جدا الركاق العادي شميئة أضافات تقدروا اضافتها يطبيع َ كثيرًا هادئة تم استطاع الأوراق bum تĩل encompass بزاف حواج يعني ما شاء الله شوفوا هنا يطبقت معاكم تاكوس هذا تاكوس ترتو بنفس الاوراق هذو يسمى الاوراق تاكوس يجو شوي خشان على الاوراق اللي ندروا بيهم البورك شوية نخشنوهم شوفوا ويجوه الشاش ما شاء الله ما يجوش الاستيك يعني يدرنا لهم اضافات مش ما يجينش هذك الخاليط الاستيك مبعد كي طيب درت بيه مثلا يطبقت معاكم محاجب كما لكم تشوفوا درت محاجب ومحاجب تحمجوا ما شاء الله يا البنات والله ما تصدقوا عينيكم وما تصدقوا باللي يعني اه خدمناهم بهذا الاخر بهذا الطريقة وكتشوفوا الطريقة كيف هرح نخدموهم والثانية تبقت معاكم بوراك شوفوا كيف هي جمقر مش هسمعو وقبل ما نبدأ اخواتي هنقول لكم اتنسوا شدير والرجاء متفضلوا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير بسم الله وصلاة والسلام وعلى رسول الله عليه افضل الصلاة والتسليم بالنسبة للعاجينة ثلاث كؤوس تسميد من احسن يكون ارطب انا درت مش كارا ديركت يعني مخلط ارطب ومتوسط من احسن يكون ارطب ثلاث كؤوس تسميد مع ثلاث كؤوس متع ما بدرجة حرارة الغرفة كي ما لكم تشوفوا هنديرو يعني نصف ملعقة ملح ولا ما يعادل حوالي ملعقة ممسوحة ملح هكذا وعدنا نصف ملعقة صغيرة نتاع الخميرة الفورية وزوج ملاعق صغير نتاع السكر وزوج ملاعق كبار نتاع الزيت هذه الاضافات نتاع الخميرة والزيت مهمش رح يخليوا العجين تاني يكون مطاطي يكون يعني في نفس الوقت رح يتحلوا وفي نفس الوقت رح يكون معهوش متعطي يأكله يعني هشي شو مليح نخلطوه هكا بالمغرف برق وبعد نبدأ نخلطوه بالميكسر كما رحكم تشوفوا الكمياتها السميد والكمياتها المارا متعادلين يسمى ما تخافيش خلاص على الميكسرتك في هذا الخلطة يعني كي ندور الكمياتها الماء اقل من الكمياتها السميد تخافي يعني تقولي ممكن يفسدلك الميكسر مسح بالطريقة هذي ما يفسدش خلاص احجي خالط خفيف وتخلطيه يعني بكل سهولة هنا بعد خمس دقائق تحصلوا على خالط كما هكا يشبه شوية لخالط نتال بغرير ويكون رطاب شوية وباش يعني يعني يتعجن هذك سميت تعنا يكون تعجن بلا دلك وبلا عجن نبدأ نضيفه في الفارينة تعنا كالعادة يعني هنا يهزلي الفارينة ثلاث كؤوس وكثر من النص يعني حوالي كاس غربة الرابع بقالي منه كاس غربة احلموها هكا يعني بالفارينة حتى تحصلوا على العجينة تكون شوية ناشفة احنا نخليها نديرها في كيس يعني بلاسطيكي ونخليها ترتاح خليها ترتاح يعني فترة هكا حوالي نص ساعة بينما نروح نقص هذك الدجاج تاعي ونقص البصلة تاعي وكل شي نلقاها تكون ارتاحة احناي ارتحت للاخر العجينة تاعي وانا كنت يعني كنت وجدت سماء انتخيطان ووجدت للدجاج تاعي والبصلة وكل شي بش نديره الحشو فوقت شوفوا معي الحشو تاعي كيفاه يعني درتوه واحد الحشو مميز ومليح ويصلح في الطاقس ويصلح تفل بورك احناي بعد ما ارتحت العجينة اشوفو كفه تتكس العادي ومبعد قلت لكم بعد يعني من الخميرة هذيك ومن الزيت ما هيش راح تعود مطاطية في الفم يعني كتعة الظهر راح تجيه شيشة وجيهاي لا يعني في الطاقس وحتى في البورك في كل شي احنا بالنسبة للطاقس راح نديروا كوريات كبار شوية كما راكم تشوفوا خاطر راح نديروا الاوراق انتاعوا شوية كبار وبالنسبة للبورك ومثلا المحاجب ومثلا احضروا بهم وقلت لكم تقديروا بهم حتى ليسيقار حلوين يجيوا ما شاء الله يعني دروه لفاقس تعاد وكن ديروهم معاكم برب ان شاء الله اذا قعدت يعني ما نعدكمش يعني قبالة بس اذا قعدت برب ان شاء الله هنطبق معاكم حتى ليسيقار حلوين مهم هنا يشوفوا التاع الطاقس ديروهم كبار وشوفوا تاع اللي يحضرهم للبورك وديروهم المحاجب يكونوا صغار كما هكا دارت لي عشرة كبار ودارت لي كما راكم تشوفوا حوالي 18 يظهر لي 18 صغار يظهر لي 18 صغار وهذه هي يبنات نفوت ذرك الحشو بتاعنا عدنا هنا صدور دجاج احنا قليت دجاج داعي حتى يتحمر ويدي لون مليح ويتنحملوا هذك السفورة كامل كيتحمرهم ليحي جي رائع يعني في الحشوات هنا ما ضفت له لاملح لوالو شوفوا هنا يحمر طوم ليح ونبعد نضيف له هكا هذيك البصلة والثوم دارت زوج حبات نطع البصل يعني هنا راو صدر كامل تاع الدجاج دارت زوج حبات كبار تاع البصل ودرت ثلاث فصوص تاع الثوم هكا نزيد ندير توابل هنا عندي الملح عندي دارت فلفل لكحل دارت كمون ودرت ثاني تابل تاع الدجاج دك يجي تابل تاع الدجاج هذا هو ودرت ثاني زنجبيل ليخرج مليح مع الدجاج ومع البرد هذا يعني مليح زنجبيل للجسم ككل ودرت شوية بركن تاع الكسبر ونخلط احنا نخلطها مليح تنتقلة هذيك البصلة مليح مليح هنا كانت قلط ليلبصلة شوفو كما راكم تشوفو طابط ليلبصلة مع التوابل هذوك احنا نحي الحشو هذا من هذا المقلة كاملة ونطيب فيها نفس المقلة تديروا فيها سوس بي شامل حتمتلكم ببنة ما شاء الله حتى واذا كانت المقلة تلسق بالعكسما وانت تكون يعني البنة تكون لسقة في المقلة ومبعد نجي في سوس بي شامل جي هيلة عندي ملعاقة كبيرة نتع الزبدة الهنا يا مارغارين وعندي ملعاقة كبيرة تل فارينة اح نديروا السوس بي شامل يعني بكمية كبيرة هنا لي ما بغتش تدير كمية كبيرة ولا كنتو عائلة صغيرة ديروا نصف الكمية عندي لهنا زوج كيسان واربعون تال حليب هنا بعد ما تقلت هذيك كما نقولو احنا يعني ما بغتش نطول عليكم بزبدة ما تقلت هذيك الفارينة مع الزبدة شوية بش ما تجيش في هاد طعم هذيك تالعجي اضفت زوج كيسان واربعون تال حليب وضفت الفرماج هنا كنت درت خمس فرماجات يعني هنا ممكن ما بينوش الزوج هذو كال درت خمس حبات نطع الفرماج خاطر كيقادا نقطع هي البنات في الفيديو بش ما يجيكم مش طويل بزف كين اللقطات شوية هكا راحو يعني من اللقطات المهمة كاميرا مكيني مسح كيما الفرماج هنا راني اضرت خمس حبات تالفرماج بعد ما اخضرت لي هذيك السوس بشاميل ضفت عليها هذيك الحشو تحصلوا على حشو رائع يعني انا يا البورك تعال بشاميل وتجاج نديره كيما هكا بنفس هكا طريقة وندير هذي الحشو ثاني في الطاكوس جي رائعة وجي كم شخشخة وجي هيلة مع شوي باطاطا مع شوي لاخور جي ما شاء الله ونفوتوا الهنا لتطبيق انتع الاوراق تعنا كيف راح نديروهم جبت يعني الورق الطبخ ولا ورق الزبدة تحكموا تطبقوه به هذي طريقة بش تقطعوه دائرة على حسب يعني العرض انتع الاخر يعني الدائرة يكون فيها القطر انتعها حوالي ثلاثين سنتيمتر لانه العرض تعال البابي كويسون ثلاثين سنتيمتر يعني تحكموا العرض الاقصى درجات تقطعوه بش تجيكم الحبات كبار نبدأوا بالحبات هذيه تاكوس الكبار نديرو غير ش الزيت ما هوش بزاف ما تخافوش ما هوش راح يدينا الزيت بزاف يعني انا حوالي نسكة ستزيد طيبت بيه هذي الكمية كاملة تع هذيه الاوراق كامل ونبدأ نحل فيها على قد الورقة هذي تجيكم يعني قد قد تجيكم شوي خشينا متجي شرقيقة بزاف شوفوا كيفه يعني قلت لكم شوفوا هذي الاوراق لكانتخبيوهم رمضان ولا تخبيوهم في المجمد يعني رائعين ما شاء الله امام تخبيوهم في المجمد رغم ما يفسدوش يقعدو كيما راهم يقعدو ويقعدو ما شاء الله ديروهم في كيس بلاستيك يبارك ويجيكم هاي لين هنا حطيتها فوق النار كما راكم تشوفوا المقلات على نار هادية خلاص بش ما يحماروش احنا بغيناهم يبياض ويدي وغير ما يتصفعو هكا بالنار كما نقولو احنا يشموا راحت النار برق تنحوهم شوفوا هاني نحيتها ثم ثم يا البنات يعني بلا ما تطولوا فيهم بزاف يعني كيتفوتوا تكملوا العجن وتكملوا اه تقراس هذيك يعني هناك ما تعودوا الطيب وراكم ليهلي يتكملوهم على خاطر يعني ق قلتلكم هكي يبياض ويشموا راحت النار برق تنحوهم نزيل معاكم ثاني هذي صغيرة لنا يسمى هذو صغير بشيجو نارقاق مليح هذو تقدروا بيهم البوراك وتقدروا بيهم المحاجب تقدروا بيهم صيقار حلوين يعني بزاف استعمالات يعني قلتلكم هذي الأوراق رام سحريين أوراق هايلين كتديريهم وتخبيهم رمضان راح تتهني من كلش يعني بغيتي تستعمليهم بوراك تشبدي الرقاك تستعمليهم طاكوس تشبدي الخشان تقدير تدري بيهم هكام ومل ملاحات يعني تحشيوا بيهم وكما تحبوا يعني الحشو هذي كما راكم نشوفوا خطر صغيرة راح تجير قيقة مليح مليح وشو هكا قاعد فيهم الخميرة هكا شوية راح ينتفخوا شويوم سح ما ينتفخوا شبساف راح يساعدوكم ونجوا من بلين يجوا هايلين هكا قاعدتها مليح ونطيبها بنفس الطريقة تهزوا بالبابيك ويصان لا تعب لا والو لا يروحوا لمن لمن يعني تحكمي فيهم بكما تحبي وتحبوا تديروا البابيك ويصان المقلة هذي صغيرة شويوم في الطيبة فيها عندي واحد طاجين تحديد كبير الحق بس هتقدروا تديروهم مرباعات كيف التنادرة دائريين قلت نزيد نعود نحط طاجين تحديد ما نشح نزيد نحطه خلي برك نكملهم دائريين بس هتقدروا تديروهم ثاني مرباعات ديروا بابيك ويصان يكون مرباح ديروهم مرباعات يعني يساعدوكم بعد في البوراك يجوا هايلي شوفوا هذو كفاه يجوا شوي يا روكا قلت لكم رامي يبانو لكم خشان من جال هذيك الخميرة اللي فيهم يعني زيت طيبت معاكم هذي واحدة اخرى هذي خ خشينا تعتاكوس ونكملوهم كامل بنفس طريقة تحصلوا على هذي الأوراق الهايلين شوفوا كيفا يجيوا هنا كنت حصلت على كمية كبيرة نتعلي هذو الورقا قلت لكم هذو نستعملهم في في البوراك والاخر وهذا الخشان تعتاكوس شوفوا كفاه يجيوا يجيوا هشاش ثاني في الاخر تحم قلت لكم بعد كي طيبهم تقولوش يجيوا الى سيك ولا حاجة يجوا هايلي ونفوتوا مع بعضنا نطبقوا مع بعضنا يعني تطبيق الفوريه البوراك والاخر والاخر والمحاجب حبيت نطبق لكم يعني هذا اللي لا قدرت واحد العشاء وش نقولكم يعني قلت نطبق لهم كامل كل شو قاعدة نقول بش يكون يعني كل شلبا لهم فيه ون يقولوا ليش مثلا حاجة مصلحت ليش هك ولا هكي هنا رح ندير معاكم بوراك تاع بيشامل بنصف صلصة هذي كل الحشوة وتاع الجاج اللي رح نستعمله في الطاكوس ندرت بوراك تاع بيشامل اصلا هذي الحشوة نديرها في بوراك البيشامل والجاج جي هايلي هذيه الحشوة المعتمدة عندي شوف هنا درت زوج بوراكات ورح نزيد نطبق معاكم ثاني المحاجب بغيش نطول عليكم يعني بزاف ونديلكم بزاف حبات رح نطبق معاكم ثاني المحاجب اللي هنا كنت درت حبات ماطم حبة بصلا هكا درت سوستع محاجب يعني كمية صغيرة عبرك باش نطبق معاكم وتشوفوا بعينيكم درت لهنا شبها فرما جرابي ونطبقها كما راكم تشوفوا كما حبت المسمل والعجب يعني المحاجب بتاعهم بعد بعد يتنفخوا ذوك تشوفوا معايا كي نعود نطيبهم يتنفخوا ما شاء الله ويج هاي لين وهناي هذا الطاكوس يعني الورقة الخشينة ندروها الطاكوس درت لهنا فرماج وشوية هذيك الدرسة لي شريتها واجد الحق هذيك اللي في الباطا من هي هذيك اسمها هكا درسة جات حارة بزاف فيها فلفل حمروا وخضروا فيها شوية زريعة تعال فلفل يعني جات حارة هكا مع الفرماج وندير لهنا شوي بطاطا شوية هذيك الحشو تاعي تعجج لي طيبتم معاكم تقدروا تزيدوا الفرامج اللي تحبوتوا ما اذا حبيتوا تفرمجوها بزاف يعني زودوا الفرماج أنا اكتفيت بهذاك الحبات على الفرماج مع الفرماج اللي كنت درتوا في السوس بشمال يعني بزايد جو ما شاء الله ونغلقوهم بهذا الطريقة كما لكم تشوفوا ونكملوهم كامل بنفس طريقة أنا بزرحة كان عشايا طاكوس يعني ركزت على الطاكوس درت كمية ما شاء الله للعشا والباقي جربت لكم بركي يا ربنات مش تشوفوا التطبيق بعينيكم كيفا هيجيوا شوفوا الطاكوس اللي هي بالكراني درت لهنا حوالي ثمانية ولا قداشت على الطاكوس وهنايا درت المحاجب درت البوريك ونفوتوا مع بعضنا لطريقة الطاهض ونشوفوا رحنا نديروهم كامل مع بعضنا ونطيبوهم وتشوفوا كيفا هيجيوا في الشكل نهائي رح يجيوا ما شاء الله يعني هاي لين هنيا في الطاكوس رح ندير شوية زيت ولا زبدة كما تحبوا لازم نديرو شوية زيت ولا زبدة بشي طيبو لكم محمرين وملح مش مايطيبوش هيكا محروقين ومن الاحسن انكم نديرو شوية زيت وحتى في الطاكوس العادي لطيبوه بخمس تورتيلا من الاحسن نديرو شوية زيت يجيكم هكا طايب حمر ويجيكم باحي كي طابو مجنب منو منزل نعاود نطيبوهم من الجهات الاخرى لمازال ما طابوش ونزل نعاود نوقفهم هكا بشي طابو ثاني في الحواشي طابو من كل جهات وخلاص وطاكوس تعيجها هاي لما شاء الله كمارا كم تشوفو ونفوتو ثاني المحاجب بتاعنا هنها نديرو ثاني شوية زيت محاجبة كنت تعرفوا يعني يحبوا الزيت ونديرو الجهة هذيك اللي كنا اغلقناها نديروها هي اللي مقابل المقلات باش ما تتحلش ونبدأوا نطيبو فيهم عادي شوفوا كيفاش يتنفخو يعني سبحان الله شوفوها يجيوا ما شاء الله ويجيوا تشوفوا يعني البنة اللي فيهم ما تصوروش يعني جو هشاش جو طريين ما جوش إلاستيك جو ما تصوروش يعني والفيديو هوجدت طول شوي لخطرية بنتراي الوصفة هذي فيها وصفة فيها بزاف يعني وصفات يعني نقداما وصفة في في فيديو واحد فيها هذوك الأوراق فيها الحشو فيها طريقة كيفاش طبقت معاكم كل شي مبغيش نزيد نعاود نقول لكم اسنو في فيديو آخر نطبق معاكم يعني حبيت نطبق معاكم كل شي اليوم باش تتهنو يعني اللي بغا تتوجدهم رمضان نرى تتهنى صح صح أنا قررت بربي إن شاء الله نوجد كمية كبيرة لرمضان كل نهار ولا زوجكا نطيب كمية ونخبيب باش مبعد إن شاء الله في رمضان نلقاهم وهنا يا البوراك ثاني هاني طيبتهم معاكم شوفوا كيفا يجيوا منبلين يا ابنات يجيوا منبلين في البوراك يجيوا هايلين كما تقليوهم وهذا هو الشكل نهائي أخواتاتي شوفوا كيفا يجيوا هذا هو التطبيق تعنا كامل تع هذا الأوراق تعنا اليوم نتمنى أخواتاتي هذا الفيديو يلقى منكم الإعجاب ويلقى منكم الدعم وتدعموني بشي يطلع الفيديو أكبر عدد ممكن من الناس على خطر هذه الفكرة رائعة يعني وأوراق هايلين يعني يستهلوا أنهم يطلعوا يستهلوا أنهم جربوهم ويصلوا لناس كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته